السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا زي ما حكينا بالفيديو رقم واحد وفيديو رقم اثنين اوكي تكلمنا انحن راح نبلش في اوكي الوحدة رقم اربعة والوحدة رقم اربعة بنعرف ان فيها ثلاث دروس كلها مترابطة مع بعضها البعض انا نتحدث اول شي تحدثت في فيديو الاول على ضمائر وصل هي ريلة بروناونز في اوكي الفيديو الثاني تكلمنا عن الريلاتف كلوزز اللي هي جمل وصل وانواع جمل وصل حكينا انه في عنا نوعين من جمل وصل هي ديفاينينج ريلاتف كلوزز اند نن ديفاينينج ريلاتف كلوزز اللي هي جمل الوصل المحددة وجمل الوصل غير محددة اوكي والان راح نتكلم بفيديو رقم ثلاثي عن اوكي العنوان رقم ثلاثي اللي هو ما يسمى طبعاً المقصود فيها هي الجمل المجزأة والمنقسمة الآن كثير من الطلاب بتساءلوا يعني ما هو المقصود في الجمل المجزأة والمنقسمة بداية طبعاً سؤال الوزارة بانطرح بطريقتين على هذه القاعدة حسب هو موجود في المنهاج الدراسي يعني ربما أن يكون السؤال يطرح بشكل اللي هو المقصود في إعادة كتابة الجملة هذا رقم واحد وموجود أمثلة كثيرة على هذا النوع من الأسئلة الآن ربما أن يطرح السؤال على اللي هو اللي هي المقصود فيها الوظيفة اللغوية طبعاً رح نناقشهم بشكل مهن مفصل سواء كان عملية ري رايت أو عملية مهن هي اللانجويج فانكشن ولكن الآن كثير من الطلاب بتساءلوا شو هو المقصود في الجمل المجزأة والمنقسمة بداية بداية بنعطي تعريف تعريف بسيط عن الجمل المجزأة والمنقسمة بنحكي هنا ورح نفصل طبعاً العنوان التفصيل والتعريف هنا الجملة المجزأة والمنقسمة هي عبارة عن جملة معقدة وهي بالأصل جملة واحدة وتتكون الجملة المجزأة والمنقسمة من جزئين جملة رئيسية والأخرى تابعة لها ومكملة لمعناها الآن رح نلاحظ في التعريف الموجود في عنا ثلاثة بنوت أول إشي حكينا إنه الجمل المجزأة هي عبارة عن جبل مين معقدة هاي رقم واحد الآن من خلال الأمثلة بنبينكم يعني شو جملة معقدة وما المقصود كمان بالجملة مين البسيطة وهي بالأصل جملة واحدة يعني أصلاً هي الجملة المعقدة أصلاً هي جملة مين جملة واحدة وتتكون الجملة المجزأة والمنقسمة من جزئين جملة رئيسية والأخرى تابعة لها ومكملة لمين إلى معناها هنا رقم ثلاثة الآن خلينا نكتب هذول المثالين مثال رقم واحد خدى got every word هذه رقم واحد جملة رقم اثنين طبعاً رح يكون تابعة على جملة رقم واحد ان تابعة على جملة رقم واحد عشان نفهم التعريف هذه تسمى باللغة الإنجليزية هي عبارة عن جملة معها simple sentence simple sentence المقصود لها هي جملة بسيطة خنعرف شو يعني جملة بسيطة الجملة البسيطة باللغة الإنجليزية تحتوي على أو ok contains what one verb فعل مين واحد اللي هو الفعل مين got هذا فعل مين واحد هذه كجملة مين بسيطة الآن جملة رقم اثنين هذه تسمى عنا باللغة الإنجليزية هي عبارة عن complex sentence المقصود بالcomplic sentence هي عبارة عن جملة معقدة اللي هي نفسها جملة مجزأة أو منقسمة نفسها جملة مجزأة أو منقسمة الآن حكينا بداية انتبهوا أن الجملة البسيطة simple sentence فيها one verb لكن تعالوا على جملة رقم اثنين هذه جملة معقدة تحتوي على more than one verb أكثر من فعل عندنا الفعل أول هو got عندنا الفعل الثاني هو was هذا فعل رقم اثنين معناته الفرق بين الجملة البسيطة والجملة المعقدة أن الجملة البسيطة فيها one verb والجملة المعقدة في عندنا more than one verb الآن هنا الجملة المجزأة أو منقسمة هي عبارة عن جملة معقدة عرفنا ليش هي جملة معقدة لأنها it contains what one more than one verb أكثر من فعل الآن وهي بالأصل جملة واحدة وهي بالأصل جملة واحدة ولكن ما بنا ننسى دائما الجملة المجزأة والمنقسمة أوكي تحتوي على ضمير وصل relative pronoun عندنا هو اللي هو هو راح نعرفها بطريقة مالها أبسط من هيك طبعا وهي بالأصل جملة واحدة لو نيجي على الجملة المعقدة هاي the person who got a reward was huda أوكي منقدر نطلع منها جملة مالها وهي بالأصل جملة واحدة منقسمة من جزئين جملة رئيسية الآن بيّنت بوضوح من هي الجملة الرئيسية الجملة الرئيسية هي huda got a reward والأخرى تابعة لها ومكملة لمعناها معناته the person who was هذه جملة مالها تابعة لها ومكملة إلى معناها الآن بنا نشوف إحنا ليش نجاب عنا ما يسمى أوكي بالكلف سنتنسيز أو شو الوظيفة اللغوية من هذا العنوان أو جيبته الآن لو نيجي على الجملة هاي the person الشخص who got a reward الذي حصل على جائزة was huda كانت huda باللاحظ من ترجمتنا للجملة إحنا بنأكد على الشخص الذي حصل على الجائزة وهو huda معناته بنيجي هنا باختصار بنحكي language إذا نسألنا عن language function عن الوظيفة اللغوية لالكلف سنتنس معناته بتعبر عن expressing what emphatic يعني تعبر عن مين؟ عن emphasis عن تأكيد تعبر عن تأكيد الآن بنا نعرف إنه الجمل المجزة أو المنتصمة حسب المنهاج الدراسي في عنا أكثر من شكل إلها في عنا أكثر من شكل الآن نيجي على شكل رقم واحد الفورم الأول طبعا الفورم الأول دائما في إعادة كتابة الجملة نيجي على موضوع مين ريرايت في إعادة كتابة الجملة أوكي إذا بدسألني عن الشكل الأول من الجمل المجزة والمنقسمة دائما أوكي بعطيني عبارات أوكي عبارات تكون في بداية الجملة الافتتاحية في الجملة اللي أنا بدي أحول إلها تمام؟ بعطيني عبارات زي عنا على سبيل المثال the person إذا كان بدي أكد على شخص الآن بنترجمهم إذا كان بدي أكد على شيء بعطيني the thing إذا كان بدي أكد على زمان بعطيني the time إذا كان بدي أكد على مكان بدي أعطيني the place إذا كان المراد التأكيد على طريقة بدي أعطيني the way in إذا كان بدي أكد على الحدث بدي أعطيني the event تمام؟ معناته لازم ننتبه إذا ما أعطيك هنا في بداية الجملة الجديدة أوكي the person معناته هنا المراد التأكيد على شخص إذا كان معطيني في بداية الجديدة the thing معناته بدي أكد على مين على الشيء the time أكيد بدي أكد على الزمان the place بدي أكد على المكان the way in بدي أكد على الطريقة عندنا the event بدي أكد على مين على الحدث الآن معناته إذا بدأت الجملة الجديدة بأحد العبارات التالية معناته عندنا الشكل الأول المطلوب في الجمل المجزأة والمنقسمة الآن جيلة تعلمنا في فيديو رقم واحد اللي هي الضمائر وصل معناته بنا ننتبه إنه في الجمل المجزأة والمنقسمة لازم نستخدم ضمائر وصل المالها المناسبة الآن حتى نذكركم الآن إذا كنا بننأكد على شخص تعلمنا سابقاً إنه نستخدم ضمير الوصل هو ويجوز أن نستخدم أوكي اللي هو ضمير الوصل ذات لأنه ذات تعلمنا سابقاً يمكن أن تستخدم لتكلم عن people أو لتكلم عن things إذا كان المراد التأكيد على شيء نستخدم إما which وإما أن نستخدم مين ذات إذا كان التأكيد على the time نستخدم أوكي هانا when للزمان إذا كان المراد التأكيد على مكان نستخدم where إذا كان المراد التأكيد على الطريقة ولكن هانا ننتبه بسبب وجود حرث جر إن هانا لازم نستخدم ضمير الوصل فقط مين فقط اللي هو which أوكي الآن إذا كان المراد التأكيد على the event اللي هو الحدث يمكن استخدام إما which وإما أن نستخدم that ولكن بدي أنوه على إشي هانا هسا نيجي بالنسبة the thing أو the time أو the place هسا مش شرط أساسي يعطيكي أنت طبعا في أوكي في إعادة كتبت الجملة the thing ممكن ما ينوب عن the thing مثلا إذا كان في الجملة التأكيد على مادة دراسية كما هو موجود في النهاج الدراسي ممكن يعطيني هانا على سبيل المثال the subject أوكي اللي هي على المادة اللي بيأكد عليها ممكن يعطيني على سبيل المثال عندنا هانا اللي هي the prize أوكي يعني يمكن أن يعمل على استبدال the thing بالشيء المراد التأكيد عليه مثل the subject and the prize الآن نيجي على the time برضو مش شريطة أنه يعطيك هانا شرط أساسي يعطيك the time ممكن ما ينوب عن the time على سبيل المثال ممكن يعطينا هانا أوكي اللي هي إذا بدأ أكد على اليوم the day إذا كانت سني نستخدم the year إذا كان شهر نستخدم what the month اللي هو الشهر تمام يعني معناته يمكن يستبدلها كذلك الأمر عندنا للمكان المكان أيضا ممكن أنه يستبدلوا ما يجيب the place في بداية الجملة الجديدة ممكن يعطيني هنا ما ينوب عن the place أوكي عندنا ممكن يعطينا أوكي the country إذا كان التأكيد على دولة ممكن يعطيني the city اللي هي إذا أراد تأكيد على مدينة أوكي أو ما ينوب عنها الآن اتعرفنا إنه إذا أعطاني أحد الأشكال التالية أوكي معنة المراد التأكيد على الجملة المجزة المتصمة بالشكل مين بالشكل الأول ترجمة نانسي قنقر